طب انا عايز ايه من الشركات اللي شغالة هنا؟ يعني لو كلمت ماتيت وحقوله يعني انت بتعمل بالك كتير جدا محطات تحليط مية ومعالجة صرف زراعي وصرف الصحي في مصر طب احنا الحجم المكون المحلي اللي احنا عايزين نحتاجين منكم انتم عندكم الخبرات وعندكم الاتصالات بالناس عشان تزودوا حجم الصناعة المحلية مثلا للاخشية ادي كنتوا شايفين حجم المحطات اللي احنا بنعملها واللي حنعملها لان احنا قلنا ان خطتنا في المية ان كل المدن الساحلية على البحر المتوسط والبحر الاحمر هتبقى دكتور مصطفى مية تحليط وبالتالي ده برنامج كبير والبرنامج ببينتيش بانشاء المحطة انت عارف ده كده كويس واحنا جاهزين افاق حاضر يلا واحنا كمان جاهزين مش امري ده كان الفكرة كلها ان احنا عايزين نراه الكلام ده يبقى بيتعامل لشغل ناس في مصر وكمان يوفر عملة حرة احنا بنشتري بيها المنتجات او الخامات او القطع الغيار اللي احنا عايزينها للموضوع يتبقى البرنامج اللي احنا بنطلقه النهاردة لكم كلكم احنا اللي فادة كوم واللي جاي كوم تاني اللي فادة كوم واللي جاي كوم تاني اوقع تفتكروا ان احنا بعد التضحية اللي قدموها اهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام هنقول متشكرين بالايه؟ بالكلام لا احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل اه بالاهتمام والعمل صحيح انا بقول لكم كده عشان تبقى الامور واضحة واللي حيقوم بالكلام ده اهالي سينا كشركات موجودة وابنائها واقعوا لو احتاجنا ان احنا يبقى في شركات اخرى لا بأس لكن اوقع تفتكروا ان احنا هنرضى باللي كان موجود قبل كده لا مش عاصل ولو ما كانش ده كان في بالنا وكان تخططنا وتنفذنا اللي احنا عملناه خلال التامن السنين اللي فاتوا اللي احنا قلنا رقم واحنا بنحارب الارهاب واقدر اكتر ناس تعرف المعاناة انتم مش انتم فقط كماولين لكن انتم كنتوا الحياة بتعاق تماما مش بس نتيجة الارهاب اللي بيتم نتيجة الاجراءات اللي الدولة بأجهزتها كاقوات مسلحة وشرطة بتعملها للتأمين فكان النهاردة حركة الحركة من الغرب للشرق والعكس من الشرق للغرب كانت حركة فيها اعاقة كبيرة حركة المواد حتى الاسمين ده كنا احنا بندخلها بحساب نتيجة انها ممكن تستخدم بحاجة تانية فالفترة اللي جاية ان شاء الله احنا محتاجين منكم ومن كل الشركات اللي موجودة في سينة انها تشتغل معنا بس يا قصلي هتاخدوا منين على وتشرق ولا خلاص هتاخدوا على وتشرق هنين المصرفان دي محنا بنص التمن كمان بنص التمن بنص التمن طبعا لا يكرمك يا قصلي طبعا لا طبعا هو معنا صح بالتكلفة بعد يزدك معلش هتاخد بالتكلفة طيب هتاخدوا منك هتاخدوا منك تفقدوا لان احنا النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك جيزة الدولة مش قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات الناس يشتغل وتاكل أي شيء بدليل هو أنت اللي ما كنت تيجي تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق اللي بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بتعمل لنحنا لكن بتعمل للناس فضل هدفوا الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها ان انا عايز لكم من الفترة الجاية دي احنا حنتحرك ان شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدوكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس اهلي نفسينا تحسس اهلي نفسينا ان الدولة المصرية بتشتغل بهمة لان ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم